جزء مهم تكلم عنه الرئيس طبعا عن الارهاب في سينة طبعا كويس جدا وتكلم عن العلاقات الدولية والنجاح اللي حصل في العلاقات الدولية ده امر لا يستطيع احد ان ينكره في تطور كبير في علاقاتنا اللي كانت فسدته خاصة في افريقيا يعني خاصة في افريقيا بعدين وقف ودي ملحوظة مهمة او انا شفتها مهمة عندي الخطاب الديني هو دايما يقول وهو اللي فتح الموضوع ده من زمان رغم ان احنا كنا اتكلمين في زمان بس ايه هو شدد عليه وطلب من المسئولين ان هم يعملوا تطوير وتجديد في الخطاب الديني الكلام مهم تعالوا نسمعهم ده كلام من سيدة الرئيس مهم جدا اولا استخدم كلمة مفكرين مش بس رجال دين ده كلام في غاية الاهمية وبعدين استخدم كلمة المجهود المبزول مش كفاية دي بقى جملة عايزة تتفسر ايه هو المجهود اللي تبزل طيب الرئيس لما طلب دوت من 10 تشهر ايه الخطة اللي توضعت ماذا قدمه للرئيس عشان يبقى المجهود اللي تبزل مش كفاية قالوله ايه يعني ايه الخطة اللي قدمت لرئيس الدولة قالوله احنا دي خطتنا في تجديد الخطة بالديني لازهر هو لازهر طبعا يعني منارة العلم والدين وما فيش كلام من ده خلاص بس هم اللي عندهم تشتت في فكرهم الديني وصل لحد الارهاب بيسمعوا لازهر بيسمعوا لازهر طيب الولاد اللي يتحولوا الى قنابل اللي منهم شفت مبارحة مشهد لفيلم محمد امام اللي هو نفس القضية اللي يتكلم عنها وزير العدل اتحول الولد لما رفضوه عشان ابوه بواب في الشرطة لارهابي هو ده دي الازهر يعني الازهر ححل المشكلة دي ده المجتمع كله يعني قولي يعني ايه تجديد الخطاب الديني يعني الداعي اللي هيخش لو الامام اللي بيخطب هيقول ايه يعني هيخير ايه يعني هو لا بيقول خطاب متشدد ولا حاجة اللي بيقوله بيقوله في السر وما شاء الله يعني الدخلية سبط لهم الحبلة على الغارب في بعض مساجد كتيرة جدا وزوايا ليه ايش مش عارف مين ومين ومين فئات مش عايزين يقول اسماء نمى اخوان وسلفيين وجهاديين وبقى ويخطبوا يقولوا كلام فاضي ويس دول مش بيسمعوك دول لازم تجفف ما نابعهم يعني دول لازم يمشوا في الشارع كده اكلموا نفسهم زي المجانين هو ايه ليه بينجح لان بيلاقي الخامة الخامة اللي يستعملها في ضربك الشاب المقهور التعبان المزلول موجود ولا مش موجود اللي احلامه محبطة يعني الرئيس يستخدم كلمة الحلم مرتين وده كلام في منتهى الاهمية رئيس الدولة يحلم ويطبق ويسعى طب بقى نقول بقى شاب صغير مثلا عنده خمسة وعشرين سنة وبيشتغل وبياخد سبعمائة جنيه كويس ايه هيحلم بيه ده ومييجي واحد تاني يحلم له بايه بيه انهار من لبن مصفى عسل مصفى وابتاع واشجار وصف القرآن الكريم للجنة التي يعني لم يخطر على قلب بشر يعني حاجة تانية خالص غير ده كمان احلى من ده في دقيقة ويخلص من القرف اللي هو فيه ده مش لقى يأكل ومش لقى يشتغل ومش لقى يتنيل الحكاية مش كده يا جماعة انه خطاب الديني جدد هتعمل ايه يعني انا عايز اعرف ايه الملف اللي قدموا للرئيس قالوا له هنخير الخطاب الديني بده اولا الخمسة وخمسين ولا الستين الف داعية يعني الا من رحم ربي منهم يعني ما اعلم بهم لربنا في دنيا تانية احنا طالبين يعني مش تجديد اتصال الخطاب الديني بالحياة العامة السياسة والابتماع والاقتصاد والقضيانة يعني بس دي اللي طالبين من الائمة يبقوا يهتموا بالحكاية دي انما انت تفتكر ان في حد اي حد مخه تطرف حيسمع خطيب مسجد سملوت لا ده ممكن يكون ما بيصليش عنده اصلا فانت زي ما بتعمل في سينة بتعمل ايه بتجفف المنابع مش بس بتقتل الارهبيين مش ده بس لا السلاح بيجي منين اقفل الخطط بيجي منين اقفل الفلوس بيجي منين اقفل يقوموا يبقفين انا واخزب والبوس كده في الشارع وخلاص هو ده يعني هو ده اللي احنا عايزينه هو ده الخطاب الديني يعني انا عايز حد يقول لي ماذا يستطيع ان يقدم الاثر الشريف وهو مخترق لتجديد الخطاب الديني ليصل بهذا الرأي للمتطرفين هو الشعب المصري متطرف يعني احنا عندنا ايه مئة الف خمسين الف تلاتين الف فوسة تسعين مليون كلهم اه وسطين كلهم بيعملوا افراحوا يغنوا يرقصوا يخشوا الجامع يصلوا وبتأكل حاجة عندهم مين قال ان الشعب المصري اصنا متطرف المتطرف عنده كتبه اللي هي فيها مشاكل بقى عد زي ما انت عايز ده عايزة الامة الاسلامية مش مصري الامة الاسلامية تجتمع لطرى ما فيها زي الكتبه ده امر يعني ما محتاجك كلام كده فيعني بس ده اللي انا عايز اقوله باختصار ان الخطاب الرئيس من بالح كان مهم ونرجو ان الناس تتأملوا ونرجو ان احنا ناخد منه عبارات كتيرة ونستوقف عندها نرجو انه طلب